لكن المزيد حول أداء الأسواق من بيروت ينضب علينا جوزف ظهرية كبير استراتيجية الأسواق في تيكمل أهلا ومرحبا بك جوزف شكرا على وجودك نشاهد اليوم هذه التحركات وعلاقة غريبة ربما بدأت من الجلسة الماضية أننا شاهدنا تراجع في عواد السندات أو عفوا بالأمس كان ارتفاع في عواد السندات وناس دك تسجل مكاسب جيد اليوم تراجعات ناس دك متزامنة مع تراجع عواد السندات على رغم طبعا أن أسهم القيمة اليوم مرتفع بشكل جيد نشاهد أيضا ارتفاعات الـ S&P 500 وعلى داو جونز جيدة كيف تفسر ما يحدث صحيح محمد بالنسبة لسؤال أسهم بشكل عام هلأ عنا الـ earnings season بالـ earnings season عدنا نتوقع تقلبات غير منتظمة بسؤال أسهم أو بالمؤشرات بشكل عام وإذا نرجع شوي صغير بالتاريخ لورا نطلع للـ seasonality نعرف أن شهر أبريل شهر أربعة هو على طول إيجابي نوع عمال أغلاقات الـ Dow Jones والـ S&P 500 من سنة 2007 إلى سنة 2021 طبعا وواحدة وعشرين فهذه بعض الأشياء إيجابية للـ S&P والـ Dow Jones بشكل عام إذا نطلع للـ seasonality بالنسبة للناس ذلك طبعا فعندي بعض ضغوطات من سهم ناتفلكس والتراجع جدا ضخم كان عليه ولكن طبعا هذا الصعود للـ S&P والـ Dow Jones أتوقع أنه محمد ممكن يكون نوعا ما مؤقت مع وجود طبعا احتمال سياسة جديدية بوطيرة جدا أسرع بالاجتماع القادم مثل ما بدأنا نسمع 75 نقطة أساس فطبعا هذه سيولة أقل لأسواق بشكل عام تنعكس بأرباح أقل للشركات ممكن نجحة نشهد بعض الضغوطات أو تكمل الهبوط أقله للمؤشرات الأمريكية بشكل عام طيب يعني أيضا هذا لا يفسر لماذا طبيعا أن نشهد نعم ارتفاع في عوائد السندات على مدار الجلسات الماضية هذا أمر طبيعي لأنه التجديد معروف أنه هناك تجديد ومعروف كما تحدثت يعني أن الفيدراليا تجهل تسريع هذا التجديد لكن كيف من ناحية أخرى أنه الأسهم الأكثر حساسية لعوائد السندات أسهم قطاع التكنولوجيا تتماشى مع عوائد السندات على مدار الجلساتين يعني هذا أمر ربما يحتاج إلى تفسير هل السوق استوعبت ذلك؟ هل تريد السوق العودة مثلا إلى الوضع الطبيعي والاستثمار في أسهم النمو من جديد؟ محمد بالنسبة للعوائد على السندات بنعرف أن وصوله تقريبا ما يقارب 3% عم نتكلم هنا على منطقة شبه نوعا ما مغري فباعتقاد أنه بإمكاننا نجح نشوف بعض الروتيشن أو بعض الوجوء إلى سوق السندات من جديد أو وقال له مرحلة صحية فطبعا بإمكاننا نرجح على نورماليزيشن لإذا في حال وصلنا إلى مناطق طبعا أو كنا بسلكتف ستوكس عنا الهلاء التقلبات رح تكون جدا مرتفعة ما عندي إذا بدك صورة واضحة بشكل عام للعلاقات الإيجابية والسلبية من ناحية العوائد على السندات وأسهم النمو والقيمة طبعا فبتوقع إلى حين شهر القادم إلى حين أنه يقترب الاجتماع الفيدرالي ونشوف العوائد على السندات وين رح ترجع تشتغل بشكل عام فيها نرجع نشوف للمؤاشرات إذا في حال رح ترجع يكون عندنا طبعا فرص للشراء وحتى ننظر إلى مؤشر الفيكس أو مؤشر تطلق أبو بيت بشكل عام لكنك أنت أيضا ذكرت في إيجابتك الأولى أنت ترى أن حتى هذه الارتفاعات هي ليست ارتفاعات مستدامة يعني على الأرجح هي ارتفاعات مؤقتة طيب هل الأسواق يعني ربما من يقول أيضا أن الأسواق استوعبت التأثير تجديد السياسة النقضية حتى الآن ولا يمكن يعني أن نقول أن هناك أمر جديد إلا إذا ظهر شيء مفاجئ هذه قضية أخرى لكن الأسواق تعرف ما الذي سيفعله الفيدرالي على وجه التحديد وقرأت ذلك بالفعل ومستعدة له فلماذا أنت لست متفاعل نعم محمد السوء وسوء الأسهم بشكل عام سعر سياسات تجديدية وما شفنا هذه الضغوطات التي كان لازم نشاهدها على الأشياء بشكل عام ولكن إذا ننظر إلى الحديث الأهم بالاقتصاد الآن نتطلع على الحرب الروسية الأوكرانية التي طالت بعد الشيء نتكلم عن الأغلاقات الصين فطبعا هذا الموضوع ممكن يقلل منطقة المستثمر على المدى الوسط للطويل واستثمراته في الريسكي آسدس وبإمكانها تأثر على شهية المخاطر طبعا نوعا ما فبإمكانها مع سياسات تجديدية وإذا طالت هذه الضبابية بين روسيا وأوكرانيا وأغلاقات الصين بإمكانها نجحة نشهد طبعا تراجع على شهية المخاطرة ونجحة نشهد بعض الضعف لسؤال أسهم إذا بتوفقنا الرأي اليوم حينما ننظر إلى قطاع تكنولوجيا ليست فقدت تراجعات على نتفلكس أو حتى القطاع المرتبط بها لكن التراجعات تطير جزء كبير من أسهم قطاع التكنولوجيا وكأن نتفلكس ضربت نقوص الخطر أن النتائج ربما لن تكون كما كانت خلال الفترة الماضية رغم أن هناك خصوصية لوضع نتفلكس هل تعتقد أن نتائج قطاع التكنولوجيا القادمة قد تكون فعلا مفاجئة بشكل سلبي لعدة شركات من الشركات الكبيرة وقد يبدأ ذلك موجة من التراجعات على هذه الأسهم صحيح محمد كانت بعض الكراءات عم بتقول أن أسهم تكنولوجيا والآخرى تعاطفت نوعا ما مع التراجع نتفلكس وهذا أدى إلى ضعف كمان ولكن إذا منسمع بالأرنينجز الأخيرة على كل شركة عم تصدر الأرنينجز تبعا عم نسمع على طول كلمة التدخم كلمة التدخم عم تنعاد على طول فهذا الموضوع طبعا ممكن أنه لو حتى في عندي بعض الشركات عم تعطي أرنينجز أو الأرباح تبعا كانت جيدة نوعا ما إذا منخصم منها معادلات التدخم المرتفعة فيها نقول أنه منا جيد جدا مقارنة بما كان لازم تكون الأرقام فطبعا هذا الموضوع أتوقع أنه ممكن نعيكس سلبا أيضا بالمستقبل لشركات التكنولوجيا وبإمكاننا نرجع نشهد هذا التراجع بالكورتر من خلال هذه السنة رغم مخاوف الشركات لكن بشكل عام حينما تحدث 12% من أسهم S&P 500 والتي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 80% من هؤلاء تفوقوا على توقعات والستريت يعني لازال أداء الشركات قويا نسبيا بالنسبة للأسواق الأساسيات جيدة على رغم من طبعا مستويات التقييمات المرتفعة بالفعل محمد ننظر لبعض الكطاعات التي تكسب الآن أبرز الكطاعات التي تكسب نتطلع إلى الكطاعات التي تتابع على أسهم الدفاعية على سبيل المثال يوتيلتيز نتكلم على الكطاعات التي تتابع لأسعار الطاقة أو شركات الطاقة بشكل عام نتكلم بعض الأربيع نرى الكطاع الطيران شفنا دلتا أيرلاينز شفنا جاي بي مورغين كمان الأرنينجز إيجيبية شفنا بلاك روك في عندي بعض الشركات طبعا عم تعطي مردود إيجيبة والأرنينجز كانت جيدة جدا ولكن في عندي سلكتف كطاعات معينة هي اللي دعم نوعا ما سؤال أسهم بشكل عام الآن فطبعا يعني هون كمان الضبابية أو المستثمر بعضهم عم بيلتجي إلى هذا الاستثمار الأنسب بشكل أو آخر والحين طبعا وجود سياسة اجددية أكثر بالاجتماعات القادمة و75 نقطة أساس إذا حصلت على سبيل المثال من دون شك أنه طبعا العوائد على السندات بإمكانها تخترق 3% كمان بشكل أو آخر فهذا الشيء كمان ممكن يوجد يضغط بشكل سالب على سوء الأسهم أنا أشكرك على هذا التحليل جوزيف ظهرية وأنت كبير استراتيجية الأسواق في تيك نيل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك